صحيح بأنك تغارن نفسك بالمعلقين العرب على الرياضة الكبار؟ أنا أظن أنهم الذين يجبون المقارنون أنفسهم به لأن المعلقين غالبين المعلقين الموجودين الآن أنا أتابعهم ما هو التعليق أولا؟ التعليق هو قيمة المعلومات المقدمة على شاشة التلفزيون ما تقدمهم المعلومات لأنه مشاهدي يتابع المباراة لست بحاجة أن تقوله كرة عنده عمر والله عنده سيد والله هذا لأنه يتابعها هو ينتظر منك تحديد فني ينتظر منك معلومات وإنت لست فنان ما ينتظر منك أن تقدمه هنية جميلة ولا ينتظر منك أن تحاكي الآخرين وبالتالي أنا بقيمة ما أقدم المعلومات وقيمة ما أقدم المباراة أعتقد منها أفضل بكثير من المعدقين وأعتقد أن هذا المشكل المطروحة لأننا لدينا أسلوب في موريتانيا نحن لدينا التعليق الموريتاني ونفتخر به أسلوبنا الخاص به موريتانيا لدينا معلقين للمباراة بين الآخرين التلهمون بمعلق واحد هذا خاص بنا نحن نعم نحن أيضا لدينا رؤية خاصة لمباراة ونظرتنا التحليلية والآخرين لديهم وقياسنا لهذا أنا قلت مرات وأقول في برنامجكم المحترم نعم بأنني أعتبر أن المعلقين الآخرين هم الأجدر أن يقلدوننا للعكس جميل هل ستأثر ببعضهم أم لا؟ أنا بالنسبة للمعلقين الحاليين كما قلت لك أعتبر أنني أفضل منهم لأنني أنا أتابع المعلقين العرام كل المعلقين العرام أنا أفضل منهم لا أشك في ذلك